منتخب المغرب ما صعدش بالصدفة منتخب المغرب خرج بلجيكا تصدر على كرواتيا كسب أسبانيا والنهاردة بيكسب البرتغال منتخب المغرب ما صعدش بطريقة دفاعية وفقط المنتخب المغرب ما كانش منتخب صغير ليه ما كانش منتخب صغير؟ لأنه لو كان منتخب صغير بشخصية منتخب صغير كان اتفارم من المنتخب البرتغالي في أول خمس دقيق لكن أول خمس دقايق قدت رسالة من المنتخب المغربي أنا ند للكرة البرتغالية أنا أقدر ألعب كرة دفاعية ومنضبطة ومميزة وأقدر أعمل معاك وجيم أكون في الفريق الفايز في النهاية والمتأهل أول مرة في تاريخ الوطن العربي وقارة إفريقيا إلى نصف نهائي كأس العالم تعالوا نترج على أول خمس دقايق بس من مباراة المغرب والبرتغال عشان تفهموا أده إيه المنتخب المغربي منتخب قوي منتخب ند لو قلنا أن دفاع المغربي على سبيل المثال وده الهجوم البرتغالي وخلونا هنا نفرض أن المنتخب البرتغالي هو اللي لابس الأزرع فالمنتخب البرتغالي حاول يحط ضغط عالي على المنتخب المغربي في بداية المباراة جدا بمعنى إيه؟ بمعنى أن المنتخب المغربي كان بيعاني لمحولات الخروج بالكرة بسبب أن المنتخب البرتغالي كان عامل فيه كده كان متواجد في كل حتة في الملعب وبعدين المنتخب المغربي ابتدى يستخدم ياسين بهم في اللعب فالمهاجم ابتدى يروح هنا وبالتالي ابتدى المنتخب البرتغالي يشففت نفسه ليه؟ الداخل لزيادة الجرعة الخاصة بالضغط على المنتخب المغربي خليني أفسر لكم حاجة بسيطة بس في القصة بتاعت الضغط الضغط دي أحيانا كتير جدا بتكون ضغط موجه والضغط بيكون كذا نوع فيه ضغط اللي هو أنا أحط واحد على واحد لاعب على لاعب زي كده على سبيل المثال بس علشان أكثر زوايا التمرير يعني المنتخب البرتغالي اللي احنا بنرمزله بالأزرق يقف بالشكل ده بس بحيث انه يمنع الكرة ان هي توصل للاعبي المنتخب المغربي بس ده شكل من الأشكال بتاعت الضغط فيه شكل تاني من أشكال الضغط وهو الضغط العنيف الضغط العنيف ان الفريق بالكامل لو الكرة هنا الفريق بالكامل يجري في اتجاه الكرة هنا بحيث ان الرجل ده يلاقي نفسه محاطن بأكبر عدد من اللاعبين فيسيء التصرف ويفقد الكرة المنتخب البرتغالي مع فرناندو سانتوس حاول يطبق ضغط مختلف شوية ضغط مرتبط بالعدد لكن في نفس الوقت بيجي على حساب النوع بمعنى ايه؟ بمعنى ان المنتخب البرتغالي يحاول يضغط عليك على اللعبة اللي موجودة في جبهة الماء باستخدام اللاعبين اللي في الجبهة الأخرى بمعنى ان هو يضضل محافظ على الشيب بتاع الأربعة المدافعين بتوعه من غير ما يراهن ويرسك بيهم ولعب ارتكاز واحد ويحاول يضغط على المجموعة الدفاعية المغربية دي اللي هم أربع لعبين بأربع لعبين زيهم طيب ماذا؟ ممكن يدي فرصة لعبة المغرب ان هي تطلع لان فيه لعيب خامس صح؟ بس هل تقدر توصل الكرة من هنا للرجل ده؟ الرجل ده بلا ضغط لان الرجل ده مش عايز يبيع بيته لكن هل تقدر المنتخب المغربي كان يقدر يوصل الكرة من هنا لهنا؟ أول خمس دقايق من المباراة المنتخب البرتغالي حتى الضغط ده على المنتخب المغربي والمفاجأة كانت المنتخب المغربي قدر يوصل الكرة لهنا كل تمريرات المنتخب المغربي بعرض الملعب على الأرض زكية قوية والمنتخب المغربي قدر ان هو يصعد بالكرة بشكل سليم لحد ما كان بيلاقي المتنفس دائما في المنطقة دي وبالتالي المنتخب المغرب أثبت للمنتخب البرتغالي أنك لو عايز تضغط علي لازم واحد من لعبتك يبيع نفسه لكن ولازم يبقى فيه مساحة فاضية بحس أن لو اتعاملت كده وفاشل الضغط البرتغالي تثمر عن هجمة مرتدة للمنتخب المغربي وأول مرة البرتغال يجدلوه ويطير في الضغط علشان يعمل الشكل ده قدر المنتخب المغربي أن هو فعلا يضرب المساحة ياخد الكرة ويعمل هجمة مرتدة على المنتخب البرتغالي وكانت النتيجة أن المنتخب البرتغال بعد دقيقة الخمسة بعد أول هجمة للمنتخب المغربي مرتدة بسبب الضغط العالي منتخب البرتغالي عمل كده رجع وابتدى المنتخب البرتغالي يلعب جيم عادي جدا بيعتمد فيه على الخطة الطبيعية بتاعته أربعة تلاتة تلاتة بالشكل ده فالمنتخب المغربي من الآخر كده قدر يزوء المنتخب البرتغالي الوراء